السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم يا شباب عاملين ايه? اتمنى انت تكونوا بافضل حلوة تم صح بتعود عجلة الدوري مرة اخرى وكرة القدم في منشستر يونيتد وعلى الرغم من اشتياق الواحد لليونيتد لكن بيقول ما كنت قاعد فراحة في التوقف الدولي يا جماعة وان كانت راحتنا غير راحت مشجيع الفرق الاخرى احنا بنحتاج التوقف الدولي عشان نطلع بعض الاخبار زي قالت السير واني تلاقي الادارة بتديك مؤشرات ان هي بتبحث عن حد يخلف ايريك تنهاج في حالة اقالته بشكل دائم وده بيخليك يسأل باي حال عدت يا يونيتد هل هنشوف ان ايريك تنهاج تحت الضغط في كل مباراة وكل مباراة بتعديها بتحط ضغط في المباراة التي تليها ولا هناخد على طول اكشم في اول تعصر واول خسارة تحصل لأيريك تنهاج ولليونيتد ونبتدي بقى مع اسم جديد واول طبعا حد حنبتدي اقصاده هذا الموضوع حيكون فريق برنتفورد اللي مؤخرا بيبتدي مبارااته وهو نازل فائز واحد سفر فهل حيعمل معنا برضو نفس الجلاشة دي ولا احنا اللي حنعمل معهم الجلاشة زي ما اعتدنا على ارض الالترافورد كل ده اللي حتجاوبنا عليه هي الفترة القادمة وبداية من مباراة برنتفورد اشتراك بالقناة معكم محمود بدران مجنون يونايتد وتعالوا نتكلم عن مباراة برنتفورد وهو مؤتمر ايريك تنهاج تعالوا نبتدي من عند مؤتمر ايريك تنهاج اللي ابتدى بتهنئة من ايريك تنهاج نفسه لاندي ميتن الصحفي وايضا براير روبسون على تسلقهم قمة جبل كليمانجارو وده ريعه حيرجع الى المؤسسة الخيرية بتاعت منشستر يونايتد وعشان كده تساب السؤال الاولاني لاندي ميتن اللي سأل ايريك تنهاج وقال له ما الذي يجعلك تعتقد انك ما زلت قادر على النجاح في اليونايتد راح رد عليه تنهاج وقال له احنا ايضا محتاجين ان نتسلق جبل في كرة القدم العالمية انت بتواجه تحديات تنجح في البعض تفشل في البعض ولكن اعتقد اننا سننجح في ذلك كما نجحنا في الموسمين الماضيين نحن في اتجاه تحت هذا الاتجاه ارى اشياء جيدة واحصائيات جيدة تثبت اننا في الاتجاه الصحيح ولكن مركزنا لا يجذب ولا يعكس ذلك نحن ما نحن عليه وهذا غير كاف ايريك تنهاج عايز يقول انه هو على الرغم من المركز السيء اللي احنا فيه ومن الاداء اللي في مجمله وفي مظهره سيء لكنه شايف بعض الحاجات الجيدة تحت هذا الاداء السيء الحاجات دي بتثبت ان احنا لو استمرنا عليها حنبقى في الاتجاه الصحيح واننا نقدر نقلب الكافة واننا نقدر ننجح زي ما نجحنا في الموسمين اللي فاتوا وحققنا كاسين بس انا عايز اقول لي ايريك تنهاج لو انت النجحت اقصد بان انت حصولك على كاس الموسم ده فاعتقد ان ما فيش اي حد منتظر الموضوع ده لان احنا اصلا طموحاتنا اكبر من كده بكتير السؤال اللي بعد كده كان عن ايريك تنهاج ومنصبه ان فيه كلام كتير عن منصب ايريك تنهاج خصوصا في التوقف الدولي فهل كان محتاج ايريك تنهاج لتأمين منصبه بمعنى ان يكون فيه دعم واضح من الادارة بان ايريك تنهاج مش تحت الاقالة فسريعا على طول جاوب ايريك تنهاج وقال له لا لان الكلام ده والضوضاء دي بتيجي منكم انتوا وسائل الاجتماع من بعضكم وسائل الاعلام من بعضكم مش من الجميع بعضكم بيختلق بعض القصص القصص الخيالية ويأتي بالاكازين وينشرها وانا عارف اننا والنادي على صفحة واحدة وده اللي قلته قبل التوقف الدولي ولكن بعضكم ما صدقنيش في ده نحن نعلم مركزنا ونناقش مركزنا ولسنا سعداء بمركزنا ونسعى لقلب هذا الموضوع من الاخر كده ايريك تنهاج بيقول له ان انا النادي اصلا اجدد معي السنة الاضافية قبل بداية الموسم ده ومالقوش مرشح افضل مني ففي الاخر انا واثق في الادارة ومش محتاج انهم يقولوا لي ان انت باقي ولكن الكلام كلها والطروحات اللي بتبقى في الصحافة هي حاجات من خيالكم انتو فقط لغير لدرجة ان انتو بتجدبوا وبتجيبوا حاجات غير صحيحة احنا مركزنا وحش حاليا ومحتاجين ان احنا نحسن هذا المركز سأل صحفي اخر وقال له طيب انت محتاج تغير مركزك وتحسن من مركزك لكن الاصابات مش بتساعد في هذا المشوار فما هي حالة كل من مزراوي كوبيمينو وماجواير رفض ايريك تنهاج وقال له طبعا الاصابات مش بتساعد لان انت محتاج كل الفريق يكون فت للمباراة بالنسبة لماجواير وكوبيمينو فهم هيغيبوا لبعض الاسابيع اما بالنسبة لمزراوي على الرغم من مواجهته للمرض وطبعا عرفنا العملية بتاع التصحيح خفقات القلب وخلافه لكنه متاح لمباراة برنتفورد وشوفنا طبعا الصور بتاعته وهو متواجد في التدريبات هل هيكون اساسي ولا لا ده اللي هنشوفه بالنسبة للتشكيل بعد كده لما نخش في هذا الفيديو قدام شوية السؤال اللي بعد كده كان على طول عن تخل واني بعيدا عن اليونيتد ما رأيك في تعيين تخل كمدرب لانجلترا رد ايريك تنهاج وقال ده اختيار جيد جدا من الاتحاد الانجليزي دخل هو مدرب عالمي انشأ فرق كبيرة قادرة على الفوز بالالقاب وانجلترا مفازتش بالكتير من الالقاب منذ ستة وستين او مفازتش تماما يعني بلقب ولديها لعبين عالميين يستطيعوا الفوز بالالقاب فهم محتاجين مدرب من هذه الطبقة والقيمة اللي قدرين يفوزوا بالالقاب ده كان بصراحة يعني اللي هو ايه اضرب ولاقي من ايريك تنهاج اللي هو تخل راح لانجلترا بس بصوا انتو اه جيتولي في ملعب ما لانا لازم اضربكم زي ما بتضربوا فيها في الصحافة ما انتو مفزتوش باي لقب من ستة وستين بس انتو عندكم لعبين جيدين وممتازين مع مدرب زي ده المفترض ان انتو تفوزوا بالالقاب الصحفي اللي بعد كده سألوا عن الظهير الايصر وان انت عندك مشاكل في مركز الظهير الايصر فما هي حالة شو وملاسيا رد ايريك تنهاج وقال لا يمكن اجباروهم على العودة سريعا الى الملعب لان انت لازم تتعامل معهم بحذر خوفا من انت تعيدهم للملعب فتفقدهم سريعا وده معناه ان انت لازم تتعامل بعناية مع اصابة الاثنين والحد الان يعتبر احنا مش فاهمين لا هي اصابة ايه شو ولا هي ايه الاصابة بتاعت ملاسيا اللي خلته من الموسم اللي فات لحد الان يبقى مش متاح فبصراحة يعني سأكتفي بما قالوا ايريك تنهاج في هذا الوضع احنا لازم نتعامل بعناية وفي الاخر يلا يدت وهو هاد على اي نادي تاني هاد من هنا سأله الصحفي وقال له واضح ان دور ايريكسن مهم جدا في الفريق الموسم هذا الموسم وبارس بشكل كبير ايه اللي خلاه كده قال له ايريكسن هو مهم جدا بالنسبة اليونيتد من الموسم الاول وفي ظل الاصابات ايضا كان هو لاعب مهم بالنسبة اليونيتد ومؤخرا هو بيصنع سنائي جيد جدا مع كوبي ماينو للمؤسف اننا سنفتقد هذا السنائي في الفترة القادمة ده باصابة طبعا ماينو ولكن ايريكسن مهم للفريق لانه بيقدر ان هو يربط اللعب بيقدر ان هو يصنع اللعب ويقدر يعمل تمريرات مفتاحية بالنسبة للفريق فعشان كده هو مهم جدا ودوره مهم اخر سؤال من الصحفي هو كان عن اللاعبين ازاي بيجنب ايريكسن هاج الضغط الواقع على اللعيبة خصوصا ننت حاليا في المركز الاربعتاشر واي هزيمة تعتبر كارثة ومع كلام مكرسي اللي قال ان اللي بيقدو اللعيبة في التدريبات طبعا افضل من اللي بيقدوه في المباريات او ما بيقدوش في المباريات نفس اللي بيقدوه في التدريبات فرد ايريكسن هاج وقال ان اللعيبة جيدين جدا وان احنا فوزنا الموسم اللي فات يبدو انك نسيت واضح ان ايريكسن هاج فهم الحتة دي غلق فهم ان الصحفي بتكلم على مبارات بورنكفورت فبيقوله احنا فوزنا الموسم اللي فات لكن الصحفي كان قصده ان اي هزيمة في الوضعية اللي انت فيها تعتبر كارثة وكمل ايريكسن هاج وقال اللعيبة بشكل عام هم جيدين لكن نحتاج اننا نسجل الاهداف احنا بنكون متواجدين في التالت او الاخير بشكل جيد جدا وفي منطقة الجزاء وبنكون في مواقف جيدة لكن نحتاج ان نتقدم ونكون افضل في اخر خطوة واهم خطوة هي وضع الكورة في المرمى او في الجوم ملخص كده ايريك تنهاج والمؤتمر بتاعه انا شايف ان هو استخدم حتة اللعيبة غير المتاحة بشكل كبير هنرجع لموضوع الاصابات خصوصا ان احنا عندنا كم اصابات حتى جرنطشو اماد يالو عندك واو جارتي التلاتة كانوا مصابين في التوقف الدولي مفيش الا او جارتي فقد اللي شارك واماد يالو وجرنطشو مشاركوش ولكنهم متواجدين ومشكوك في او جارتي ان هو يشارك في مبارات برنتفورت فبالتالي انا مش حابب النغم ان احنا نعود لحتة الاصابات تاني وان احنا نتحجج بيها لان انت وجهت موسم فائد كان فيه كم من الاصابات الكبيرة علمك ازاي تتعامل مع هذه الاصابات ولكن في مجمل المؤتمر ايريك تنهاج مدرك للموقف اللي هو فيه مدرك للموقف اللي فيه الفريق وان هو محتاج يحسن ولكن اللي احنا محتاجينه مش الكلام فقط لا غير وانما ان احنا نشوف ده على عرضية الواقع اما بالنسبة ان احنا محتاجين اننا نتسلق جبل فعلى فكرة انا شفت التصريح ده قبل كده وما المدرب ده ماشي يا حبيبي اه فممكن تكون انت في نفس الطريق بتاع نفس المدرب بعد ما تكلمنا عن المؤتمر الصحفي نروح بقى المباراة برونتفورد المباراة اللي بصراحة انا قلبي متواغش نحيطا مش مستريح لهذه المباراة بصراحة على الرغم من اننا سجلنا كويس جدا قصاد فريق برونتفورد لكن برونتفورد بيمر بطفرة ما شفنهاش المواسم السابقة اذ المواسم السابقة كنا بنشوف برونتفورد لو انت بتسيب له الكرة فانت بتحس ان انت قصاد فريق اسد وصاد فريق قادر يتعامل بالكورة وهي مبارج ليه بشكل جيد جدا لكن في اغلب الاحيان كنا بنشوف ان فريق برونتفورد هو رد فعله فريق برونتفورد بيلعب على الهجمات المرتدة بيلعب على المساحات اللي بتسيبها له بيلعب على المحطة سواء مبويمو او اي لاعب تاني بيستخدمه على السرعات من ويسا ومبويمو في ان هما يستغلوها وان هما المهارات اللي عندهم من خلالها يقدروا يصلوا الى المرمى لكن بنشوف في الموسم الحالي ان فريق برونتفورد بيلعب الند بالند مع اي فرق وتخيل ان هو لعب مع توتن هام ولعب مع السيتي ولعب مع ليفربول وعلى الرغم من خسارته في التلات مباريات دول لكنه كان بيلعب الند بالند واحرجت تلات فرق دي وكان يقدر يطلع بنتيجة افضل لو ممكن نقول ان فيه عدم رعونة بالنسبة لللاعبي او فيه توفيق اكبر بالنسبة لللاعبي برونتفورد فايه اللي انت هتقدر تعمله معاه على الرغم من ان احنا اخر خمس مباريات على ارضية الاولد ترافورد منشستر يونيتد بيفوس فيهم لكن المباراة دي تحديدا بتعتمد مؤخرا على الاهداف اللي في الدقايق الاخرانية التسعين بلص يا معلم المواجهتين بتعود الموسم اللي فات دخل فيهم خمس اهداف من الفرقتين مجتمعين اربعة منهم يا معلم جو بعد الدقيقة تسعين تلاتة لليونيتد واحد بالنسبة لفريق برونتفورد رقم واحد ده هو بيمثل نفس عدد المباريات اللي فات فيها برونتفورد في اخر عشر لقاءات ما بين الفرقتين اليونيتد اخر تلات مباريات ما قدرش يسجل ودايما بيخرج الفريق اللي اقصاده بكلين شيت فهل دي تبقى المرة الرابعة والدي اخر مرة حصلت في سنة تسعة وتمانين فريق برونتفورد زي ما قلنا خسر اقصاد ليفربول والسيتي وتوتنهام خارج ارضية الميدان يعني الثلاث مباريات اللي لعبهم واخر مرة خسر اول اربع مباريات خارج ارضية الميدان كانت سنة واحد وستين اتنو وستين فانت يعني يبص اللي هو تحس مين هيقلب الموضوع هل اليونيتد يسجل بقى بعد ثلاث مباريات صايمة وانفوز بعد ما شفناش نفوز بمبارات ساوس هامبتون ولا فريق برونتفورد اللي يقلبها وتلاقي انه هو طبعا بيقدر انه يتفوق خلينا نتكلم بقى عن التشكيل اللي هيخش بيه ايركتنهاج طالما فيه اصابات انت فيه كلام كتير يعني اللعبة بتاعتك كلها اللي راحت التوقف الدولي مفيش الا اوجاركي فقط لغير اللعب واللي خرج في الديهات 82 مصاب وفيه كلام وشكوك حوالين مشاركته في مبارات برونتفورد جارناتشو اماد يلو كان عندهم مرض وطبعا مزراوي شفنا نفس الموضوع ولكنهم كلهم التلاتة دول عادوا ومستعدين لمبارات برونتفورد بشكل جيد جدا ان هم يشاركوا فيها فعشان كده التشكيل بتاع منشستر رونيتد انا شايف ان هو هيكون مكوان بالتالي اونانا في حراسة المرمى دلو ومزراوي وعندك كل من لساندرو مارتنيز ودي لغت في خط الدفاع خط النص حيكون من اريكسن وكازيميرو وقصادهم برون وفرناندز على اليمين ماد يلو على الشمال راشفورد وفي الهجوم هويلند ده اعتقد التشكيل اللي انت ستبتدي بيه لكن لازم نراجع فريق برنتفورد فريق برنتفورد من الفرق اللي بتضغط برنتفورد من الفرق اللي بتلعب الند بالند حاليا شوفناها قصاد السيتي وشوفناها قصاد فريق ليفربول وازاي ان ليفربول استغل الحتة دي لان ارنش لوتا بيحب الفرق اللي بتضغط عليه فبالتالي ده بيخلق له مساحات فبالتالي بيلعب الكورة ما بين الخطوط وشوفنا السيتي ازاي انه هو تفوق على برنتفورد بانه بيستغل تقدم برنتفورد وبيلعب الكورات الطولية والاسيست اللي جي من ايدرسن لمن? لها لاندو وتعامله ازاي مع المهاجب هل انت قادر ان انت تأتي في منشستر يونيتد ونحن نرى ان اقل ضغط على لاعب اليونيتد يجعلك متسرع في الكرة ولا تطلع بشكل جيد جدا ايضا الشيء الاخر الذي يجب أن نبص له هو ان برينت فورد في اخر اربع مباريات يسجل هدف في الدقيقة الاولى او الدقيقة التانية ثلاث مباريات في الدقيقة الاولى والمباراة الاخرانية كانت في الدقيقة التانية يا معلم ونحن نعلم ان اليونيتد جيدا انه بعد اي هدف يجب ان هناك مشكلة حصلت عملية احباط عملية ارتباج بالنسبة اليونيتد فهل مثلا برينت فورد ينزل هذه المباراة برضو فايز 1-0 بانه يسجل من البداية وهنا يركب المباراة من البداية وتعامل وسيناريو ايرك تنهاج لان السيناريو ده حاصل بالنسبة لبرينت فورد في اربع مباريات سابقة فاكيد لازم تحط له سيناريو فبصراحة كده انا شايف ان ايرك تنهاج لازم يعد سيناريو بان هو ينزل خاسر 1-0 ازاي هتعامل ان دي مش هتبقى مفاجأة بالنسبة لي بالنسبة للعيبة لو حصلت ان انا اترب وان انا اسيب المباراة وبرينت فورد يركب المباراة لا دعملها قبل كده قدامي مع اربع فرق فلازم اتعامل مع هذا لازم ايضا يكون عندي شكل بالنسبة لاستغلال المساحة اللي بيسيبها برينت فورد سواء وراء خط النص او وراء الدفاع في مساحات اللي هي ما بين الخطوط بيسيبها فريق برونت فورد والتعامل الدفاعي مش احسن حاجة من بدري مع توماس فرانك ويمكن ده اللي خلى توماس فرانك مرشح لمانشستر رونيتد او مرشح ان هو يكون في فريق كبير ان هو في الموسم الحالي تعامله افضل هجوميا وتعامله افضل داخل ارضية الملعب على المستوى الهجومي ومستوى الضغط من المواسم السابقة لكن تعامله الدفاعي مازال سيء كما هو فازاي انت هتستفيد من الموضوع ده هنا لازم انت موضح بالنسبة للعبتك ازاي هتستخدم الكرات المباشرة لو انت اعتمدت عليها مين اللي هتتلعب له الكرات المباشرة والتايمينج والوقت اللي هيجري فيه وازاي هيجري والمساحة اللي هيجري فيها فيه عشان يقدر يستقبل هذه التمريرات ومين المنوض بانه يعمل هذه التمريرات وازاي هتوفره للحماية بمعنى ان انا اموه الفريق اللي اصادي ما هو الفريق اللي اصادي اكيد دارسني وعارف مثلا ان التمريرات التقدمية عند مارتنيز اعلى من اي واحد تاني عارف ان الكرات الطويلة ممكن تكون عند دالو مارتنيز افضل من باقي الرباعي الدفاعي او ان انا هخلي مثلا ان انا هو اللي يعمل الدور ده فبرضو ازاي هعمله بدون ما يكون فيه ضغط واقع على انانا فبالتالي يؤدي الى خسارة هذه الكرة وكيفية التعامل لان احنا شايفين ان الخط الهجوم بتاعنا في الكرات العالية مش افضل حاجة فبالتالي ازاي هتعامله ازاي هتديهم الكرات دي المباشرة او ايه الاسلوب الاخر اللي انت هتستخدمه لكن لما اجي على ايك بتستخدم اسلوب الخروج بالكرة من تحت وعلا ايك تحت الضغط بتترب ومش قادر تطلع فهنا اكيد على قول هتوجه الى المدرب واقول ان الاسلوب اللي انت اخترته هو اسلوب سيء لم تدرس هذا الفريق بالشكل الكافي فبالتالي اصبح الفريق سيء ومش قادر يطلع بالكرة لان انت عارف قدرة اللاعبين اللي موجودين عندك وبالتالي درست الفريق اللقصادك فقدرت ان انت تعرف مناطق القوى ومناطق الضعف وده اللي احنا بنتكلم عليه ان في النهاية بتلاقي ان المشجع درس الفريق اللي اصاده وعارف نقاط القوى مش كلها طبعا ومش كل نقاط الضعف ولكن عنده صورة اولية وبحس في المباراة ان المدرب ما عنده صورة اولية فده بيخليني في شيء كده في صدري وعشان كده بقولك انا متواغوش من مباراة برينت فورد لاني حاسس لو احنا ابتدينا نعتمد على الخروج بالكرة من تحت زي ما بنعمل في المباراة اللي فاتت سنجد ان برينت فورد هو الافضل هو اللي بيقدر يقطع كرة هو اللي ممكن يكون له اليد العليا في هذه المباراة واحنا مش حمل مباراة اخرى على ارضية الاول ترافورد تخرج بدون فوز لليونيتد مريح ومقنع بعد الشيء مطالبنا مش كتير زي ما بقولك انا فيه في صدري واغواشا لكن حسيب موضوع التوقع بالنسبة للنتيجة لان انا عندي واغواشا متساعدش ان انا اتوقع النتيجة في النهاية ده كان كل اللي عندي عن مباراة مانشستر رونيتد وبرينت فورد نتمنى الفوز لمنشستر رونيتد طبعا لفريقنا اللي بنشجعه ونتمنى ان العودة من التوقف الدولي تكون افضل واحسن من المباراة السابقة اللي قدناها كلها في الفترة السابقة حتى بنتا ان يكون الفيديو ده عجبكم ولو عجبك الفيديو ما تنسانيش من لايك الاشتراك في القناة وشاركوا الفيديو في كل مكان عشان يصل المحتوى الى اكبر عدد ممكن واشوفكم بقتم حال وقتم صحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة